نحن كثير مبسوطين اليوم ببيروت وحرصت انه تحضر العرض الخاص لفيلم تامر حسني الجديد تاج اليوم خبرنا شوري سيلي اللي حبيتي توجهه ليها لتامر بوجودك لجينبو هي الفكرة انه انا هلأ وصلت من المطار يعني هلأ وصلت بالطيارة وصلت هون رحت على قتيل حطت اغراضي وطلعت دايركت عرفتي لانه انا كثير متحمس احضر الفيلم وكثير متحمس اشوف تامر وانا بالنسبة الي هاد الزلم قدوة فاعم شو الفكرة فكتير مبسوط على اللي بيعملوه وكتير مبسوط على الفيلم وكتير مبسوط على الغاني الجديدة والله يوفو يا رب شو قلت له لتامر من بعد حفل الضخم بالبناء شفنا 13 الف شخص حضر الحفل وهيدا رقم لا يستهن فيه يعني تامر حسني هي هاي الفكرة اكيد رح يجي 13 الف انا مستغرب انه مش اكتر كمان عرفتي الزلمة هادا ناجح وفنان ومبدأ وبيمثل بيغني لما بدي يفرحك بفرحك لما بدي يبكيك ببكيك فاكيد حيكون فيه 13 الف واحتمال يكون فيه اكتر كمان عرفتي ما شاء الله حولك نجوميتك يعني في كتير اشخاص بتابعوا الاخرس خبرنا اليوم شو كانت الشرارة لهالقد انطلقت يعني فجأة نشفنا نجوميتك طلعت بشكل مش طبيعي يعني الفكرة بالموضوع انه كل اشي صار فجأة وكل اشي صار مرة واحدة بس الحمد الله انا تبعت ورا شغري ومشيت زي ما بحكوا شوي صح فمشيت الامور الحمد الله درزق من رب العالمين فالحمد الله كيف حملك اليوم مسئولية انه باختيار الاعمال يلي تغنيها او حتى تصورها هي الفكرة بالبداية كان الموضوع عبارة عن هواية وعن خلاص انه بمشي حالي بأي شي رفتيه فاليوم مع هالكم الكبير اللي عم يسمى والحمد الله وهالمحبين بصير فيه ضغط وبصير فيه مسئولية لانه فيه حدا فيه ناس صغار عم باسم اوكي فيه ناس كبار عم باسم اوكي فلازم تكوني انتي بتعمل الاشي بشكل جدا حذر وجدا كيف دي احكيها لائق عرفتيه وما بينفع مثلا انا احكي اي شي او اعمل اي شي ممكن يخلي حدا صغير او حدا كبير يتأثر فيه او يعمل شي غلط من وراي فالفكرة انه فيها مسئولية كتير كبيرة خبرنا بينتنا السوشال ميديا ادي ساهمت بانتشارك عربيا يمكن هي كل القصة السوشال ميديا اعرفتيه يعني هلا احنا بزمن السوشال ميديا فيها كل اشي فيس هي السوشال ميديا كتير ساعدت بموضوع اني انا انجح او اني انا اوصل للناس عم نشوف حضرتك قداش شخصيتك انسان مسالم قداش بتنزعج بس تشوفي حروب عمتوشان ضدك او اشخاص يمكن عندن نقم عليك يعني شوفي هي بالبداية بالدايق يعني كأي بني اعظم طبيعي يعني انا طبيعي زي زي الناس الي مشاعر وبحس ومن هادل حكي فبالبداية بتكون كتير بتزعل بس شوية شوية بتتعودي عرفتيه والناجح دايما في الوعداء ليش ما بتحط حد مثلا للاشي اللي عم بتصير بالاعلام يعني بس دايما عم بينجيب سيرة اسم الفنان الاخراص دايما عم بقولوا في خلاف بينه وبين الفنان سيلاوي اليوم لي ما بتحطوا حد لهالامور هي الفكرة انه ما في اختلاف بالعكس يعني الله يوفقه وانويات تمام والامور طيبة وما في اشي بس هي سوشال ميديا وحكي واكيد الناس هتحكي عرفتيه بس انويات بتتله الدعم من بعد ما شفت الحروب ضده من بعد اغنيته ياما يعني هي الفكرة كلها انه يمكن هو كان بدي وصل رسالة معينة وانفهم غلط عرفتيه بس اه كل الدعم للسيلاوي يعني ابن بلدي بالنهاي والله يوفقه يا ربه وبتمنى انه الناس تخف اه من من حدية المثلا الهجوم على مثلا ارتست او على فنان او على مشهور يعني بتمنى منهم يخفوا شوي عرفتيه اليوم هلأ ازا اجا شاعر معين قالك في كلمات ديو بينك وبين سيلاوي هل انت اليوم بتقبل؟ انا ما عندي مشكلة اعمل اغنية مع اي حدا بالقالم تخيلي خبرنا شو جديدك الفنية الي عم بتحضر له هلا انا جاي هون ان شاء الله عندي بعد بكرة تصوير ميزيك فيديو لاغنية اسمها نفسي تكون هتنزل ان شاء الله خلال الشهر هاد فحصريا اكل حال هاد الكلام شكرا كتير لئلا يا اهلا وسهلا شكرا اليك على الاستضافة الجميلة اشتركوا في القناة